برّا وجوّا فرق عسكرية في شوارع العاصمة واجادوغو فالأجواء في بوركينا فاسو لا تزال ملبّدة بالغيوم عقب الإطاحة برئيس المجلس العسكري الحاكم محتجون غاضبون هاجموا مقر السفارة الفرنسية في واجادوغو بعد أن اتهم المجلس العسكري الجديد في الدولة الواقعة غربي إفريقيا فرنسا بإيواء الرئيس المؤقت المخلوع واتهام النفاة في باريس شعب بوركينا فاسو المقاتل لقد لجأ الكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا إلى القاعدة العسكرية الفرنسية في كامبيونسين من أجل تخطيط لهجوم مضاد هدفه هو نشر الفوضى وزرع الانقسام في صفوف قواتنا العسكرية والأمنية لذلك ندعو كل المقاتلين الشجعان إلى عدم الوقوع في هذا الفخ بول داميبا الذي لا يزال مكانه مجهولا هو الآخر نفى الأنباء التي تحدثت عن لجوئه إلى معسكر للجيش الفرنسي وطالب القائد العسكري الجديد إبراهيم تروري بالعودة إلى رشده وتجنيب البلاد ويلات الحروب الغموض لا يزال يكتلف المشهد في بوركينافاسو خاصة بعد صدور بيان يؤكد وجود انقسام داخل الجيش وعلى معتراف وحدات منه بعزل رئيس المجلس العسكري بولهنري داميبا ومع حالة عدم الوضوح أصبح المواطنون غير آمنين على أنفسهم وممتلكاتهم هناك حالة من الضعر في السوق سمان إطلاق نار على مقربة منا ولم نعلم السبب من الأفضل العودة إلى ديارنا على الرغم أن العسكريين جاءوا إلى السوق ليطلبوا من الناس أن يهدأوا وأن لا يخافوا نتيجة لما يحدث اضطر الناس لإغلاق متاجرهم والعودة إلى منازلهم يأتي ذلك بينما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها الشديد إذا الأحداث في بوركينافاسو واستنكرت وزارة الخارجية الأمريكية حل الحكومة والجمعية الوطنية وتعليق العمل بالدستور للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر